عايز اقول لحضراتكم ان النهاردة افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي طبعا مع وزيرة الثقافة ومعرض الكتاب المصري في دورته الثلاثة وخمسين انا سعيد ان معرض الكتاب يتم افتتاحه وانا شخصيا حكون متواجد فيه وخلينا اسيب حضراتكم مع هذا التقرير الهام لهذا المعرض احنا اتكلمنا عن المعرض ده واستضفنا رئيس الهام للكتاب وكلمناكم عن هذا المعرض منذ ايام في الحياة اليوم اسيب حضراتكم مع التقرير ونرجع تاني تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل انطلق الحدث الثقافي الابرس في مصر والوطن العربي معرض القاهرة الدولية للكتاب بدورته الثلاثة والخمسين ليجتمع في هذا الملتقى اقراء وكتاب من مختلف الدول بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية افتتح مجلس الوزراء ووزارة الثقافة النصحة الجديدة من المعرض واستهلت الفعاليات بجلسة افتتاحية عنوانها الترجمة عن العربية جسر الحضارة النهاردة طبعا بالنسبة لنا هو يوم عرص حقيقي للكتاب والكتاب والناشرين والمثقافين وكل المصريين الحقيقة افتتحنا المعرض عندنا حوالي الف تلاتة وستين ما بين دور النشر وما بين مشاركات عندنا فعاليات كتيرة جدا طبعا شخصية المعرض الكاتب الكبير يحيى حقي وايضا شخصية معرض الكتاب ودي الاول مرة الكاتب الكبير العظيم عبدالتواب يوسف الهدف الاساسي هو بيع حول ملكية الفكرية العربية الى الناشرين الاجانب كمان في البرنامج المهني فيه برنامج خاص بالناشرين ودي مجموعة ورش نظمناها للناشرين الشباب علشان يقدروا يعني يبقى عندهم فكرة منهجية عن ادارة مشروعات النشر هذه النسخة تأتي بمشاركة الف وثلاثة وستين ناشرا مصريا وعربيا واجنبيا وتوكيلا من واحد وخمسين دولة وتحل اليونان ضيف شرف الدورة كما يستخدم المعرض احدث اسليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ولأول مرة يضم تقنية الهولوجرام في عرض التفاعلي مع الجمهور حضورنا في هذا المعرض هو تسويق للثقافة الجزائرية والادب الجزائري وسعيا منا للحضور الأدبي والثقافي للجزائر في إقليمها الإفريقي العربي ثم العالمي المشاركة دي بتفتح لنا طبعا لها دور كبير منفس تسويق للمرأة المعيلة لأن المشغلات اليدوية هي الطراص الخاصة بالمرأة البدوية عبارة عن بعض المنتجات اللي بتصنحها من الجلد والخوس والخرز وبتعبر عن هوية المكان اللي احنا بنوردين فيه و بنعيش فيه من الحاجات دي كانت بنستخدمها قديما بنعمل على إعادة تسويقها ومنتجات جديدة تناسب العصر بالمنتجات البيئية وبتفتح دخل مشروع صغير للسيدة المرأة المعيلة المعرض يفتح أبوابه للجمهور غدا في السابع والعشرين من يناير ومن المقرر التستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير المقبل هبا الحديد الحياة اليوم